بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلن هيانة رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة العلاقات الأخوية ومسارات التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبدل وجهات النظر بشأنها وبحث سموهما مختلف جوانب العلاقات بين البلدين كما تطرق الجانبان إلى أهمية دعم العمل الخليجي المشترك بما يحقق المصالح المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها مؤكدين في هذا السياق لدولتين الإمارات والكويت داعمتان أساسيتان لمنظومة العمل الخليجي المشترك وأكد الجانبان أن العلاقات بين البلدين وشعبيهم الشقيقين أخوية تاريخية تقوم على أسس قوية من الاحترام والتفاهم مشددين حرصهما على استمرار دفعها إلى الأمام وكتب صاحب السمو أمير الكويت كلمة في سجل كبار الزوار أعرب خلالها عن شكره وتقديره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا لما حظي به والوفد المرافق من استقبال حافل وضيافة كريمة مؤكدا سموه حرص دولة الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في جميع مجالات التعاون حضر اللقاء اسمو الشيخ منصور بن زايد آلنهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة واسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آلنهيان وليو عهد أبو ظبي واسمو الشيخ حامد بن زايد آلنهيان واسمو الشيخ عبدالله بن زايد آلنهيان وزير الخارجية واسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آلنهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل انهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة